شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع لصالح شركة ميانتا الفرنسية للأجهزة المنزلية الصغيرة وذلك لإنشاء مصنعها الثالث ومستودعها داخل إندستريا السخنة بالمنطقة الاقتصادية التابع للمطور الصناعي السويدي لتنمية الصناعية إحدى الشركات التابعة للسويدي إلكتريك وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن وجود مثل هذه العلامات التجارية الدولية داخل المنطقة من شأنه أن يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاستثماري بهذه المنطقة